اشتركوا في القناة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ازواجه امات المؤمنين وعلى ذريتي ولبيته انك حميد مجيد اما بعد اخواني واحبابي في الله نتقارب يا اخواني لان يعني اخوانكم لما بيجوا ربس المكان دايق فيعني اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ربنا يوسع عليك بقى في كل ما تريد ان يوسع الله سبحانه عليك فيه اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إخواني وإحبابي في الله تخيل لو أنت يعني قبلت طالب من الطلبة قبل الامتحانات بيوم أو بيومين بتاعته فبتقول له هو جدوى الامتحانات بتاعك إيه فقال له جدوى الامتحانات إيه ما عرفش قلت له يعني إيه المادة الأولانية قالك ما عرفش المادة الأولانية إيه قال له طب والمادة التانية ما عرفش طب جرنامج الامتحانات من أول وآخره ما عرفش اتطالب أمان أنت هتعمل إيه أنا روحه إن شاء الله ربنا يسهلها يعني إيه المشكلة يعني المده الاولى الرياضة هي فرقة ايه يعني ؟ هالطالب ده ممكن ينجح يا أخواني؟ هالطالب ده ممكن يعدي من السنة ديت اخواني وإحبابي في الله يوم القيامة. يوم القيامة الامتحان بتاعنا. انت متخيل يعني يوم القيامة؟ لجنة الامتحانات بتاعت يوم القيامة ايه절 فرق من البعث والحشر امتى الميزان وامتى الصراط امتى حوض النبع عليه ستصلة وامتى القنطرة ايه هو يوم القيامة جماعة. لجنة لامتحانات لخمسين ألف سنة عمر الكرة الأرضية دي كلها يجي خمس تلاف سنة ولا عشر تلاف سنة تخيل ان يوم واحد بس كل بني آدم هيتحسب فيه خمسين ألف سنة تخيل ان انت فدواقف تحت عمارة سبعة دوار لو السبعة دوار بيقعوا على بني آدم يعمل ايه؟ أمال سبع سماوات بيقعوا على البني آدمين يعملوا ايه؟ يوم القيامة خمسين ألف سنة عشان تتكلم عن الخمسين ألف سنة كل سنة في دقيقة محتاج تلات سنين تتكلم يوميا ساعة عن يوم القيامة عشان في الآخر تبقى كلمت عن السنة في دقيقة يوم القيامة ما بداية يوم القيامة أول حاجة في يوم القيامة البعث يعني ايه البعث يعني هنطلع من تحت التراب الموضوع مش كده يا إخواني الموضوع مش ان البعث هنطلع من تحت التراب وبعد كده هنوقف نتحاسب وبعد كده الكلام ده فيه تفاصيل من أخطر ما تكون زي إنسان يبقى مصيره متوقف على يوم وهو مش منتبه لخطورة اليوم ده وهو مش منتبه للتفاصيل اليوم ده إزاي يا جماعة اللي عنده مادة هي الساعة 8 ولا الساعة 9 هو ورقة الامتحان ساعتين ولا تلاتة هو الامتحان أربع أسئلة ولا عشر أسئلة هو الأسئلة كلها اجباري ولا فيه سؤالين اختياري والباقي اجباري هو الامتحان جاي على المنهة الجل ولا فيه أجزاء ملغية هو الامتحان اللي هيحطه مين هو اللي امتحان كل سؤال دركته ايه هو النتيجة هتطلع امتى هو اللي هيصحح مين اللي عنده امتحان في الدنيا مشغول بالتفاصيل طب انت عندك امتحان بيتوقف عليه مصيرك يعني ايه البعث يا جماع يعني ايه اول حاجة يوم اليوم البعث اول حاجة في البعث بعث الملائكة نفسها الملائكة هي الملائكة بتموت ايوة الملائكة بتموت ملك الموت نفسه بيموت جبريل بيموت ملائكة السماوات السبع بتموت قال تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض الكل بيموت كائنات كل الكائنات على وجه الأرض بتموت وملائكة السماوات السبعة بتموت والملائكة التي فوق صدرة المنتهى والتي تحت صدرة المنتهى الكل يموت وبعد كده بعد ما بتموت الملائكة قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى بعد كده بتيجي نفخة بتبعث الكائنات الله سبحانه وتعالى يبعث الكائنات بعد أن ماتت بتقوم الملائكة الأول ليه لأن كل واحد مننا لما يطلع من تحت التراب المفروض يلاقي الملائكة مستنيها الملائكة دي قوة تنفيذية في يوم القيامة اللي ربنا لما بيقول خذوه فغلوه ابن كثير بيقول سبعين ألف ملك بيبتدروا من قال الله عليه هذه الكلمة اللي ربنا بيقول علي الكلمة دي سبعين ألف ملك قوة تنفيذية وقفين ينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى فيه يبقى بعث الملائكة كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة تصفى الملائكة في السماء صفوف بتعبد ربنا صفوف بتموت صفوف وبتبعث يوم القيامة صفوف يوم يقوم الروح والملائكة تصفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابة المرحلة الأولى في البعث بعث الملائكة إن الملائكة نفسها بتقوم بعد الموت بعد كده أخواننا المرحلة الثانية في البعث اللي هو يعني جمع طراب كل إنسان مرة أخرى يعني إيه جمع طراب كل إنسان يعني كل واحد مننا لما تروح المقابر كده وتمسك كبشة طراب من الأرض كبشة الطراب دي ممكن تكون كانت بتكون سبعين ثمانين بني آدم قبل كده جزء منها وجه امرأة من أجمل النساء جزء منها ساعة شاب من أقوى الشباب ده دي ممكن سبعين ثمانين بني آدم ماتوا من عشرات السنين والذي تبقى هو الطراب الإنسان بعد ما بيموت بيبقى طراب والطراب بتحمله الرياح في مشارق الأرض ومغاربة وتخيل على مدى آلاف السنين بقى طراب البني آدم ده بقى فين طراب البني آدم ده تفرق في الأرض قد إيه لما ربنا يأمر زرات طراب كل إنسان بترجع لي تاني بل زرات الطراب اللي كانت في كبدو مش هتروح في كيلته تخيل بل الطراب بتاع الإنسان ده مش هيروح للإنسان ده إنتم تخيل هذا المشهد مشهد جمع طراب زرات كل إنسان من الأرض مرة أخرى قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ربنا بيقول كل واحد بيموت ربنا يعلم الأرض بتأكل من جسده إيه وعندنا كتاب حفيظ العلماء قالوا المفسرين قالوا عندنا كتاب حفيظ يعني زرات طراب كل إنسان الله يعلم كل واحد بعد ما ماته بقى طراب طراب جسمه فين لذا قال تعالى يا ابني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل تخيل جسم البني آدم خلاص اتقطع وتمزق وتطايرت أشلاءه في الأرض كلها إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة زر التراب تكون عليها على مدى ألاف السنين سخور وبقت في بطن جبل أو في السماوات زر التراب علقت يعني رجل رائد فضاء طالع في ساروخ للأمر ولما نزل على الأمر برجله أو لما نزل في الأمر زر التراب دي تطايرت في السماوات أو في الأرض راحت مجاهل الأرض وصحار الأرض يا ابني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله الله قادر إنه يجمع تراب كل إنسان مرة أخرى عشان كده الرجل اللي لما جاي يموت قال لأولاده إن أنا ميت فاحرقوني حتى إذا نفثت النار إلى أظمي لحد ما بقى كل فحمة من أولي الآخر فضحنوني حولوني لشوية بودرة ثم انتظروا يوما عاصفا فضروني ارموني كده نصف البر ونصف البحر فلإن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين أنا عملت كمية زنوب ومعاصي لا يمكن أقدر أقبل بها ربنا طب الحل إيه بقى عشان ما أقبلش ربنا هو الراجل ده مؤمن إن فيه لقاء لله إنما مخه صور له إن الحل يعشان ما أقبلش ربنا احرقوني وخلوني بودرة وارموني في البر والبحر خلاص بقى يعني يبقى أنا كده لا يمكن أبعث تاني سبحان الله العظيم تفكير عجيب جدا فلما مات أمر الله البرة فجمع ما فيه وأمر الله البحرة فجمع ما فيه ثم قال له كن فكان ثم قال ربنا جمع زرط رب جسمه من البر والبحر بكلمة كن سبحانه وتعالى الإنسان مش متخاير ربنا مهيمن عليه قد إيه وربنا علمه محيط قد إيه وربنا هيمنته على كل ذرة في الكون وصلت لدرجة شكلها إيه وما يعزب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في سورة يونس أي تونس ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما فيه الزرة في الكون تقدر تستغنى أو تنفصل عن هيمانة الله سبحانه وتعالى يبدأ يتجمع الضراط التراب وتيجي المرحلة التالتة وهو تكون الأجساد من هذا التراب تخيل أنت المنظر تحت الأرض والبشر بيكونه تاني كل واحد إيدي بتتكون تاني رأسه بتتكون تاني صدره بيكون تاني ملامحه بتتكون تاني كل بني أدم بيتكون تحت التراب كما كان كما كان عشان يحصل المشهد اللي بعد كده وهو الخروج العظيم بقى بعد ما تنفخ الأرواح في هذه الأجساد بعد ما ربنا يأذن فتنفخ الأرواح في هذه الأجساد الإنسان بيبقى جايسا نتكون وروحه نفخت فيه مرة أخرى فيحدث ما قاله سبحانه وتعالى وإذا القبور بعثرت وإذا القبور أفلا يعلم إذا بعثرة ما في القبور يعني إيه بعثرت القبور يعني الوقت بقى تحت التراب مليارات البشر جماعة ولكن ولسه مش خارج أنت متخيل ده في ناس مدفونة في طبقات طبقات الأرض ده الدنيا دي ده إحنا بقى لنا ألاف سنين وألاف سنين كل مقاوم ييجوا يبقى لهم مقابرهم وليهم وليهم وبعد كده يجي نستانيا ويبقى لهم وكأنه لم يوجد في هذه الأرض التي نعيش عليها الآن يعني تخالي المنصورة دي ما هو من ألف سنة دي كان مقابرة فين من ألفين سنة مصر دي البلاد اللي الناس عيش عليها والمدن اللي بقى لها خمس ست تلاف سنة المقابر اللي من خمس تلاف سنة فين والمقابر اللي من سبع تلاف سنة فين ته متخيل بأحثرة القبور يعني لما يعني واحد داخل يدور على أميس ليه جوه الدولاب فلا مش ده ولا ده وقعد يرمي ويبعتر ولا ده ولا ده أي وقوة ده من وسط الرقام ده وكله طلع على الأميس بتاعه الملائكة بتبعثر الأرض من أجل إخراج جثة جثة من مليارات البشرية متخيل الوقت على وجه الأرض سبعة مليار بني آدم سبعة مليار بني آدم ده غير الجن اللي على وجه الأرض ما دول هيبعثهم كمان ده غير الوحوش اللي على وجه الأرض ما دول هيبعثهم كمان سبعة مليار بني آدم يعني كل حوالي أربعين سنة سبعة مليار زي يوم شوف يوم القيمة لسه عليه كم سنة وشوف من أيام سايدنا آدم لحد الوقت سكن الأرض كم مليار يعني تخيل كده الدنيا دي يتعدد البشر اللي هيطلعه من تحت الطراب قد ايه بعد بعثرة القبور الملائكة بتطلع من طراب الأرض كم مليار بني آدم فيدخل بعدها في مرحلة الخروج الرهيب بها المنظر الرهيب المنظر اللي يعني لا يستطيع إنسان أن يتخيله تخيل انت ببص للأرض الزراعية الوسعة الكبيرة اللي عن رصيف التاني ده اللي قدام المسجد تخيل كده وفجأة لقيت الأرض ده بتتشقق يوم تشققوا الأرض عنهم سراعة 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 ديها ما انت عندك يجي متين مليار بني آدم طالعين من تحت الطراب انت متخيل متين مليار بني آدم دول طالعين ازاي انت متخيل دول بيطلعوا سراعا سراعا الأرض بتتفتح من كل ناحية وبشر طالعين بشر طالعين بشر طالعين الابن مدفون جنب أبوه كان بيقول نفسه شوف أبوها طالعين الاتنين من جنب بعض من مقبرة واحدة ما حدش بيبص الحد ما حدش بيشوف حد اب ابنه مات ونفسه يشوفه ويقول لك وحشني نفسه شوفه يوم القيامة ما حدش بيبص الحد ملكات جمال العالم طالعين من تحت الطراب الشاب اللي ما كانش بيقدر يغض بصره ما حدش بيبص الحد أغنياء العالم وأسرياء العالم اللي الناس كانت بتتنفى حواليهم طالعين من تحت الطراب ما حدش بيبص الحد الرؤساء والملوك اللي كانوا بيمشوا في مواكب وييجوا في مواكب ما حدش بيبص الحد موضوع غريب جداً أخوانا تخيل لحظة الخروج الرهيب ربنا بيقول لك يموج بعضهم في بعض أمواك بشرية رهيبة يعني يجي ميت مليون جايين كده وميت مليون جايين كده أمواك بتطلطاً في بعضها استضامات بشرية ما بين أمواك بشرية أعدادها بالملايين ومئات الملايين قال تعالى يومئذن يصدروا الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدروا الناس أشتاتا أشتات الكل طالع من تحت الطراب ما هواش عارفه راح فين الكل طالع من تحت الطراب منظر رهيب واحد مات وفجأة صحي ولما طلع يعني تخيل واحد نايم كده وبيهزوه اصحى مثلاً اشرب كوبايت المياه دي اصحى مثلاً ده فيما عاد عندك بعد نص ساعة إنما واحد صحي على زلزال تخيل واحد نايم كده اصحى في زلزال تخيل ده هيصحى على فزع شكله ايه طب تخيل بقى اللي صحي على يوم الايامة بكل ملمح يوم الايامة ده صحي على فزع شكله ايه شنكينا قال تعالى يوم الفزع الاكبر والعياذ بالله ربنا يؤمننا يوم المخافة يوم الفزع الاكبر الناس بفزوعة يبقى منظر الخروج الرهيب يومئذن يصدروا الناس أشتاتا شتات رهيب ربنا بيصور اللحظة بتاعت خروج مليارات البشر من تحت الطراب دي بيقول كأنهم جراد منتشر يعني ايه جراد منتشر الجراد بيهاجر عبر الصحاري اللي بين الدول والذكور والاناس تتزاوج وتنزل الاناس في الطريق تحط ملايين البيت تحت الرمل بتاع الصحراء وبعد كده يكملوا رحلة الهجرة بتاعتهم الملايين بتاعت البيت دي في وقت الله يأذن به كلها بتبدأ تفئس ويطلع الجراد ينطي كده من تحت الرمل يطلع لفوق الرمل فبيبقى منظر مهيب ان ملايين الجراد دي كلها طلع أفوات واحد تخيل ملايين البشر مليارات البشر طلع أفوات واحد والكل بيجري بعد مرحلة الخروج الرهيب تخيل الناس دي خارجة علي ايه ما هو الناس دي خارجة يعني يعني واحد طالع كده لا ايه مثلا لا نفسه طالع فين يعني ارض المحشر دي لا تطرع فيها عوشا ولا امتى تخيل ده طالع يوم الايامة طالع علي اول حاجة منظر الملايكة ده يخرج يلاقي الملايكة مسيطرة على المكان من كل جوانبه ده ما فيش مهرب ده ما فيش حد يعرف يقولك فإذا هم قيامهم ينظرون ينظرون دي يعني واحد قاعد يبص كده يمين وشمال مش مصدق المشاهد اللي هو شايفها مش مصدق اللي هو شايفه الملايكة دي كانت فين الدنيا دي كانت فين ملكوت السماوات السبع سماوات بتتفتح وملائكة السبع سماوات بتنزل الملايكة دي كلها كانت فين هو ربنا مالك ملك مهول للدرجة دي البني أدم أول مرة يشوف مشاهد الجلالة اللي بالمنظر ده أول مرة يشوف المشاهد المزيلة اللي بالمنظر ده البني أدم يصدم هي دي جنود الإله اللي أنا كنت باعصيه هي دي جنود الإله اللي كان بين ديني ونا بأعرض عنه هي دي جنود الإله اللي أنا كنت بتهرب من أن أنا اتصل به وأن أنا عيش في كنفه الانسان بيوزهل قدامه خمسين الف سنة بقى مشاهد مزهلة هيفضل يشوف مشاهد لجلال الله يوم الايامة لحد ما يوزهل في النهاية ايه ده هيقولك يا ليتاني قدمت لحياتي المشهد اللي الناس بتطلع عليه كل واحد بيلاقيه مستني ملكين مخصوص بقى مش الملايكة العامة بتاعت يوم الايامة ملكين مخصوص صائق وشهيد اتنين هيسقوه ويقتضوه في ارض المحشر صائق وشهيد قال تعالى اذا رجت الارض رجع في صورة الوقاعة وقال تعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا ايه الفرق من رجت الارض رجع ودكت الارض دكا الدك ده يقولك مثلا هتلر في الحرب العالمية التانية دك باريس يعني ايه دك يعني قعد يضربها بالطيارات لحد ما سواها بالارض فالدك ده ان في حاجة جاية من بره يعني القرى الارضية الاجرام السماوية نفسها بتصطدم بها من بره فالارض بتدك الارض بتدك دكت الارض دكة واحدة الارض بتدك طب ومال الرج الرج لأ لما يكون فيه زيز الدواء مثلا يقولك رجع قبل الاستعمال يبقى الدك بيجي من بره انما الرج بيجي من جوه الرج ده ان الارض دي خدوا بالكوا يا اخوانا اللي احنا عليها دي مش اسمها الارض اللي احنا عليها دي اسمها القشرة الارضية ده الارض دي قصة تحت القشرة الارضية ده احنا تحت رجلينة حمام بوركانية متفجرة أول درجة حرارة بتوصل لستلاف درجة موية يعني درجة حرارة سطح الشمس يعني احنا تحت رجلينا حمام بتغلي حمام بتتفجر ربنا سبحانه تعالى ولا حد مننا يحاسس بحاجة من الكلام ده بيننا وبين الحمام دي حاجة اسمها القشرة الأرضية والجبال مثبتة قشرة الأرضية على الحمام دي بالضبط زي السدادة بتاعة الإزازة لما بتبقى قفلة في وقت الإزازة فالمية اللي جواهة ما تعرفش تخرج الجبال عاملة زي سدادة الإزازة كده قفلة على الحمام اللي تحتنا فتغيل القشرة الأرضية اللي تحتنا بتطلع لك بتطلع لك أزهار وأشجار وانت لو شفت اللي تحتها تتفزع ربما ترجل أرض بقى كل ده يدخل في بعضه عشان لما الجبال تنسف كل ده يطلع كل ده يطلع تغيل يوم تكون السماء كالمهل المهل ده زي الزيت المغلي كده يعني السماء مش بتبطر مية السماء بتمطر زي الزيت مغلي السماء بتمطر معدن زيبة يعني منظر مهيبة يا جماعة يوم القيامة حينما يتدبره الإنسان يستشعر أنه لا نجاء إلا بالعمل الصالح الآن إنك تبقى في كنف ربنا في هذا اليوم عشان كده كما قال تعالى وتتلقاهم والملائكة هذا يومكم يعني تتلقاهم يعني هم لسه طلعين من تحت التراب كده والملائكة وقفلهم ما تخافوش كل ده مش عشان كنتو ما تخافوش انتوا ليكم معاملة تانية خالص وتتلقاهم كما قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورة قالك يعني إيه لقاهم قالك يعني من أول لحظة يعني من لحظة الخروج من تحت التراب ربنا بيلقيهم نظرة وسرور ما لهمش دعوا بهذه الأحوال خالص دول أهل الإيمان فمن منه من هؤلاء سبحان الله العظيم المشهد اللي الناس ستخرج عليه مشهد عجيب ورهيب طب الناس نفسها يبقى شكلها إيه الناس اللي خارجه كل واحد خارج عليه أثر العمل بتاعه سواء عمل صالح أو عمل سيء كل ده يا إخواننا نحن نتحدث عن اللحظات الأولى في يوم القيامة لما البعث ده كله بيخلص الساعات الأولى من خمسين ألف سنة خلصت خمسين ألف سنة يوم القيامة القرآن والسنة تكلموا عن تفاصيله بصورة المفروض أنها تستوقفنا وإحنا في رمضان بنقرأ القرآن عايشين مع آيات ربنا أقف الكلام وراء معاني الكلام كل حرف منه محتاج وقفة القرآن تكلم عن الجنة والنار كلام يطير النوم من العين يشيب شعر الرأس ويشيب القلب ولكن القضية إنك إنت تقف مع هذا الكلام تشوف الكلام ده بيقول إيه حينما يخرج الناس كل واحد بيبقى خارج عليه أثر الطعب بتاعته المحصية بتاعته إزاي يعني مثلا اللي تجوز اتنين وظلم واحدة يطلع يوم القيامة ملوح ملوح مائل على شقه كده يعني يوم القيامة تخيل واحد يوم القيامة بقى يعني تخيل أنت لو صحيت منهم كده وعندك شدة عضلة كده في ضلع ولا حاجة تفضل أربع تيام تاخد مسكنات ومش قادر تتحرك ونفسك نفسه يسمع في يشد على الألم ويوجع طب تخيل بني أدم خمسين ألف سنة ملوح بقى خمسين ألف سنة مائل على شق خمسين ألف سنة جسمه ده متني بسبب أنه ظلم واحدة على حساب واحدة في الدنيا طيب ممكن تلاقيهم القيامة طلعها واحدة متبرجة حاجة بقى إيه يعني يعني زي التلفزيونات الفسادة كده بس يومها ما حد يبصوا لحد أصلا الموضوع أخطر من كده همالدي طلع كده زي ولبس اللبس ده زي والناس طلع حفا عورا من تحت التراب لا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل مرئ على ما مات عليه من الثياب إزاي جماعة لو الثياب دي ثياب معصية ربنا كتب أنه كل إنسان يبعث على ما مات عليه يعني اللي مات شهيد طالع الدم بيتفجر والمسك بيتفجر اللي مات في عمره وحج طالع من تحت التراب الناس بتصرخ وهو بيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك طالع بيلاب ربنا فاللي ماتت على التبرج اللي ماتت على لبس متبرج طالع يوم الاياما متبرجة فضيحة يوم الاياما هتقف بنرير ربنا كده ازاي هتارد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام كده ازاي الواحدة المفروض تقف قدام البداية وتبص اللبسه وتقول اللبس ده ينفع قابل به ربنا اللبس ده ينفع قابل به النبي عليه الصلاة والسلام على حوض النبي كل إنسان بيطلع في البعث من تحت التراب عليه أثار الطعب بتاعته أو أثار المعصية بتاعته كل واحد المتصدق يلاقي سحابة مستنيها تظلله من شمس المحشر يوم القيامة ليه؟ لأنه في ظل صدقته كل واحد المرابي اللي كان عايش على فوائد الربى بتاعت البنوك الربوية اللي كان عايش على الربى يؤوم مجنون من تحت التراب الذين يأكلون الربى لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس أي من زي المصرعين يوم اليامة زي اللي عنده صرع زي اللي جن عقله يوم القيامة قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم يعني الملائكة اللي مستنيها البني آدم وطالع أول ما البني آدم بيعرف بيطلع من تحت التراب الملائكة بتعرف أصلا ده من أهل النعيم ولا من أهل العذاب ليه؟ لأن فيه سيمة السيمة دي أصلا يا أخواننا في اللغة جاية من الواسم الواسمة أصلا في اللغة هو لما كان زمان بيبقى الناس سكنة في خيم وكل واحد لغة نمتين أو جمالين فكل واحد عايز يعلم الأنعام بتاعته عن التاني يقوم يكويها في جزء من جسمها فالأنعام اللي مكوية في رجلها اليمين القدامانية دي بتاعت فلان والأنعام اللي مكوية في ودنها الشمال بتاعت فلان والأنعام اللي مكوية في دلها بتاعت فلان فالواسمة أساسا هو الكيب النار من أجل تعليم هذه الكائنات عن غيرها من الكائنات فتخالي أني في ناس طالع من تحت التراب كانت بتكوى في القبر ولا أعزو بالله بعد كده الناس خدت المصطلح ده وخدته في حاجات تانية يقول لك فلان وسيم يعني ملامحه من جمالها مميزة عن ملامح الناس التانية فأصبحت السمة سواء في الصحة أو في الغلط سواء في العذاب أو في النعيم ففي ناس طالع من تحت التراب برضو معلمة عن غيرها بالنعيم اللي كانت بتتنعمه تحت التراب لأن تحت الأرض حياة كاملة النعيم اللي تحت الأرض في القبور أعظم من أي نعيم فوق التراب والعذاب اللي تحت التراب أعظم من أي عذاب فوق التراب والأحداث اللي تحت التراب أعظم من أي أحداث فوق التراب خلي تقوم الحرب العالمية التالتة الوقت خلي اللي يحصل يحصل خلي التقلبات الاقتصادية والسياسية تحصل في دول العالم كلها اللي تحت التراب عندهم أحداث أخطر مليار مرة واللي مشغول عن دين ربنا وعن عبادته وعن صلاته بالله بأي شيء مهما كان لو مات النهاردة لما هيدخل قبره أصغر معصية كان بيقع فيها هتشغله أكتر من أكبر حدث كان بيستنع عشان يتابعه ويشوف الأخبار اللي حصلت في إيه أقل طاعة كان مقصر فيها هتشغله أكتر من أكتر حدث كان بيحصل على وجه الأرض الإنسان يجب أن ينتبه أخواننا إن الكلام ده جد يا أخواننا قال تعالى وإن لصادقون هو أنا ممكن واحد يقول له أكتر إيه يطلع له مطوى مثلا ولا يقول له أنا أضربك أو أب يقول له أنا أضربك بيهوشه هو أصده إيه إيه سكت بقى إنما هو بيهوشه إنما جماعة الكلام ده مش كده خالص ولله المثل الأهل وإن لصادقون الكلام ده هنشوفه بعنينه واقع مش معنى أننا ما بنفكرش فيه إننا مش هنعيشه الكلام ده كل آية في القرآن هتحصل كل حديث عن الجنة والنار والقيامة والقبر هيحصل الكلام ده واقع إذا وقعت لإيه الواقعة أمر واقع قضية منتهية كل التفاصيل اللي ربنا قالها سبحانه وتعالى قضية أمر واقع هتحصل هتحصل موضوع منتهي القضية قضية إحنا بنستعد لها ولا ما بنستعدش لها يعني لو واحد يعني عنده عشر عيال وسألناه إنت يعني بتنام كويس يقولك بقى إيه أنام يعني يا رابي يا عم أنام إمتى يا عم ده أنا باشتغل من أول النهار عشان أجيب لهم يأكلوا ويشربوا أجي نم شوية بعد الظهر أقولي يا عم هتنام إمتى هتجيب لهم كسوة الصف والشتة ورشتات الدكاترة إمتى انزل اشتغل أجي نم بالليلة أقولي يا عم هتنام إمتى يا عم انزل اشتغل مصاريف المدرسة خلاص شهرين وهيقولولك هت مصاريف المدرسة وهتكتب المدرسة وهتكتب المدرسة وهتكتب رأسات المدرسة هتجيب لهم يشتغل كذلك يا إخواني اللي شايل هموم الدر الأخرة هينام إزاي هعمل إيه في البعث وهعمل إيه ساعد بأفارة القبور وهعمل إيه في الحشر وهعمل إيه على الصراط وهعمل إيه ساعد العرض على الله ما يعرفش ينام ما يعرفش ينام لا ينام سبحانه على الله عشان كده ربنا قال ومن الليلة فتهجد به تهجد بالقرآن التهجد هو إزالة الهجود والهجود هو النوم يعني القرآن بيطير النوم من عندنا اللي بيقراء يعني أنت لو قررت القرآن بقل بحي أنهم هيتطور من عندك ليه لأنه هيكلمك عن مشاكل هتعمل فيها إيه استعدت ليها ولا باستعدتش ليها أشدم اللي عنده عشر ريال ومطلوب أنه هو يستعدي ليهم بعد كده أنا عايزك تتخيل معايا أن 200 مليار بني قدم طالعين من تحت التراب و200 مليار جن زيهم طالعين من تحت التراب والوحوش والحيوانات والأنعم طالعا من تحت التراب طبعا ما فيش حيوان بيعتد على حيوان الموضوع حتى الأسود نفسها مفزوعة حتى لوحوش حشرط الوحوش نفسها مفزوعة فما بالك بابن آدم الموقودة وإذا الموقودة تسؤلت بأي ذنب انقتلت يعني طالع كده إيه نونهات كده من تحت التراب دول الموقودات اللي وقدت يا أنت متخيل هذا المنظر المهيب اللي محدش فيه بيبص الحد آخر حاجة في البعث قبل أن تبتدئ المرحلة التي تليها آخر حاجة في البعث البعث بيتم على الكرة الأرضية دي يا جماعة ودي آخر عهدنا بالكرة الأرضية دي نهيت الأرض أصلا قال تعالى وما قدر الله حق قدره يعني القيامة مش الخمسين ألف سنة بيتموا على الكرة الأرضية دي الخمسين ألف ده هي البعث بس من يوم القيامة أمال بقية يوم القيامة بيحصل على أرض تانية يعني كما سنقول الآن إنما اللي بيحصل قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة تخيل لحظة القبض على كل مجرم الأرض لما يقولك فلان قبض يعني فلان مات دي آخر لحظة في عمر الأرض ولكن قبل ما ينتهي قصة الإنسان مع هذه الأرض التي عصي الله عليها آلاف السنين التي عصي الله عليها في كل ساعة من ليل أو نهار التي عصي الله عليها بكل أنواع المعاصي التي عصي الله عليها بكل جارحة أعطاها للإنسان لكي يطيع الله سبحانه وتعالى بها قبل ما تنتهي قصة الإنسان مع الأرض بيحصل مشهد عجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض فلذات أكبادها تقيء الأرض تبدأ ترجع زي ما إنسان يستقيء اللي في بطنه تقيء الأرض فلذات أكبادها الأرض تبدأ تطلع الدهب اللي جوابها تطلع المال الفلوس اللي جواها تطلع الدينارات والدولارات واليوروهات والاسترليني والدهب والألماز والمجوهرات والجنهات الدهب والأرض تطلع تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطواني من الذهب مثل الأسطواني من الذهب فيأتي القاتل فينظر إلى المال ويقول في هذا قتلت أنا قتلت عشان ده ويأتي الصارق وينظر إلى المال ويقول في هذا سرقت ويأتي قطع الرحم وينظر إلى المال ويقول في هذا قطعت رحمي بكنتش بزور إخواتي والأعمامي والأخوالي في العيد عشان أوفر على نفسي تمن كذا كيلو فاكهة ولا تمن مواصلة في هذا ولا عشان بينهم خناع على ورث كنا بنتشكل على مال من الأموال في هذا قطعت رحمي عشان دي هو مبارح لما كانوا بيشوفوا دي كانت عينهم بتطلع من مكانها بس لما كانوا مش شايفين الأخرة النهاردة ربنا عمل لهم باشاة غريب قوي حط لهم الدنيا جنب الأخرة حط لهم الدنيا في قمة زينتها مثل الأسطوان من الذهب أسطوانات دهب كده طلع لهم جبال دهب كده طلع لهم قدام هانهم منظر البشر كانوا بيتباحوا بعض في الدنيا عشانه فتخيل بقى المنظر ده قمة الدنيا بس وهم في البعث المراضي بقى المراضي مش بيبصوا للدنيا والأخرة غيب المراضي بيبصوا للدنيا وهم شايفين الأخرة كلهم يبصوا يقولوا دي حيا دي اللي شغلتنا عن ربنا ثم يتركوه ويذهبوا كلهم يكملوا طريقهم عشان نبدأ المرحلة التانية من مراحل يوم القيامة وهي مرحلة الحشر يعني مرحلة الحشر يا إخواني في الله يعني الحشر إيه الفرق من البعث والحشر البعث ده الناس طلع من تحت الطراب كله داخل في بعضه وما للحشر الحشر ده التفويج يعني إيه التفويج الناس دي بقى هتترتب إن أرض المحشر بعد الحشر بعد أرض منظمة بقى معروف كل حد فين وكل حد مع مين عارفين ذا اللي بيسافر حج كده ونزلوه من إنت الحجاج المصريين هنا الأتراك هنا الأفارقة هنا الأوروبيين هنا يبقى كل أهل دولة موجودين في مكان دا اسمه التفويج ولكن التفويج بتاع الحشر ده تفويج مبدئي يعني إيه يعني فيه تفويج تاني مصيري بيحصل بعد العرض على الله في نهاية يوم القيامة التفويج النهائي بقى اللي هم دول صحبة بعض في الجنة أو صحبة بعض في النار ولا ياذب الله هم قال التفويج ده تفويج مبدئي إيه التفويج ده وإذا النفوس زوجت يعني إيه يعني كل ناس تجي مع بعض الأهل الصلاة يجوا هنا والصوامين يجوا هنا والزناه هنا والصارقين هنا والحكام الظلمة هنا والمتبرجات هنا واللي مش وراء أمهات المؤمنين هنا واللي دعوا إلى الله هنا والمجاهدين في سبيل الله هنا واللي قالوا مال حرام هنا والمرابين هنا واليهود هنا والنصرة هنا وعباد الأوسان هنا تفويج المليارات دي بتتردد طب بيتعرفوا إزاي كل ناس اشتركت في طاعة أو في معصية طلع من تحت الطراب عليها أثر هذه الطاعة أو أثر هذه المعصية فالملائكة بتجمع بسهولة الموضوع بسيط كل اللي شبع بعضه يجي مع بعضه لأن كل واحد أثر الطاعة بتاعته أو المعصية بتاعته باين عليه فيبقى التفويج المبدأي إذا النفوس زوجت طبعا مفاجآت أخوانا يعني ممكن واحد ييجي شاب كده يلاقي نفسه مع المغنفه لأن أنا مالي يحشر المرء بعمل أحاب هو دا حبيبك دا اللي كانت صورته متعلقة في قطك دا اللي كانت رنت محمولك رنته دا اللي كانت تصريحة شعرك تصريحته دا اللي انت كنت بتتبع أخباره واتعمله لايكات على الفيسبوك على الحاجات اللي تتبعه هو دا حبيبك يحشر المرء مع من أحاب واحد يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا رب دا أنا كنت غلبان في الدنيا يحشر المرء مع من أحاب واحد يلاقي نفسه مع أبو بكر وعمر يحشر المرء مع من أحاب يعني مرحلة التفويج المبدأي دا يا جماعة مرحلة مليانة مفاجآت ومليانة رعب واحد يلاقي نفسه مع مجموعة من العصاء أنا اللي جابني معهم يبقى أنا متصنف كده يعني اللي يلاقي نفسه مع طائعين يفرح إنما اللي لقى نفسه مع عصاه إنت كنت بها دول عشان كده اللي بيلاقي نفسه مع العصاه يعني بيقطعه في بعض يوم الإيام بيقطعه في بعض بعد كده يعني تخيل كده إنت هتبقى في أن يفوق يعني اسأل نفسك هو الحشر ده مش ليه وليك إنت هتبقى في أن يفوق هتبقى في فوق العباد إحنا جماعة صيامنا وقيامنا علاقتنا بالقرآن ذكرنا لله يوقفنا مع العباد طب هتبقى في فوق الدعاء طب إحنا شغلنا في الدعوة إلى الله جو بيوتنا وفي شغلنا وفي دراستنا وفي الشارع يوقفنا مع الدعاء طب هنبقى مع المجاهدين طب إنت جهادك في سبيل الله ضحيت بدمك عشان ربنا في الجهاد في سبيل الله طب هتقف مع العلماء طب إنت طلبت العلم واجتهدت ومتت على طلب العلم فتقف مع أهل العلم يوم القيمة طب إحنا نقف مع مين يا جماعة إحنا نقف مع أني فوق يوم الإيام عايز تركيز يا جماعة الجنة مش كده الجنة مش انت جابس 50% ادخل 60% ادخل 70% الجنة كل باب من ابواب الجنة له اسم ده باب الصلاة ده باب الصدقة ده باب الجهاد ده باب الصيام ده باب الجنة ابوابها لا اسم معناها ايه؟ معناها ان الجنة عايزة تخصصات تخصصات يعني يجيب لك عقد عمل من برا مثلا عايزين دكتور امراج جلدية مواصفاته كذا وعايزين جراح اوعد ما هي مواصفاته كذا واحد يقول لك انا والله بفهم في كل حاجة انا يعني ايه؟ بفهم في لا 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 متنفعناش ما تنفعناش ايه؟ احنا عايزين تخصصات اهو بالزبط كده يوم الايامة عايز تخصصات التفويج ده ايه العمل اللي انت ركزت عليه؟ ايه العمل الصالح اللي انت بتحتسب وان ده سبب نجاتك يوم الايامة تخيلوا بقى ان مش فيه ناس هتبقى في افواج ده فيه ناس هتبقى قادة افواج قادة افواج من كدر ما تميزه في أعمال صلحة في الدنيا تخيل كده يعني قائد في فوج الأخوة مثلا قائد في فوج الدعوة مثلا تخيل كده عشان كده في ساعة الحشر في أفواج عجيب قوي هتلاقي فوج حشرات حشرات جاية ده إيه ده إيه الفوج ده ده الحكام الظلمة الحكام المفسدين الحكام اللي افتروا على الشعوب وقتلوا الشعوب وا 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 حشرات الحكام المتكبرين يجي يوم القيامة زي الحشرة يداس بالأقدام فوج حشرات هتلاقي فوج تاني جاي رايات مغروزة في أدبارهم دول مين دول الخوانة اللي خان زوج مع زوجته اللي خان بلده اللي خان اللي خان حاجة ربنا سبحانه وتعالى سمها أخيانا في دينه اللي خان الخائن الخوانة جايين يوم القيامة مغروز في أدبارهم رايات مكتوب عليها هذه غدرت فلان فلان ده خاين فلان ده غدار بعد كده لما الناس بتتفوج بتبدأ الجزء التاني من الحشر وهو ايه الاقتياد لأرض المحشر هي ايه أرض المحشر دي بقى قال تعالى فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة دي اللي هي أرض المحشر سموها ساهرة ليه قالك لأن خمسين ألف سنة بلا نوم خمسين ألف سنة ما فيش واحد بعد عشر تلاف سنة في يوم اليامة يقولك أنا عايزة رايح ساعتين ما فيش واحد بعد تلاتين ألف سنة يقول طب سموني بس أناملي أميين لي بس نص ساعة كده على جام ما فيش الكلام ده عشان كده بعض العلماء قالك الساهرة دي من أسماء جهنم كمان قالك ليه قالك لأن أهلها لا ينامون من العذاب لا ينامون من العذاب كما في الأثر إذا دخل أهل النار النار فلا والله لا تذوق أعينهم غمض نوم أبدا ولا والله لا ينظرون إلى أديم إلى سماء أبدا ولا والله لا يطؤون بأقدامهم أديم أرض أبدا والعاذ بالله فما بيناموش فالساهرة دي الاقتياد بتاع البشر كلهم رأرض المحشر بها قال تعالى يومئذ يتبعون الداعية لا عواج له إلا هيتقال له اطلع في ظل في الشمس هيروح اللي يتألف ظل العرش هيروح ما فيش حد هينطأ لا عواج له في الدنيا لما ربنا قال في صورة الكام الحمد لله الذي أنزل على عبدالكتاب ولم يجعل له عواجه المفروض القرآن في الدنيا لا عواج له المفروض لما يناديك تستقيم في الدنيا الناس كانت بتكسر الكلام ده طب يوم الايامة في داعي تاني غير داعي الدنيا بتاع القرآن الذي لا عواج له في داعي يوم الايامة برضو لا عواج له ولكن ما حدش يقدر يخلفه يوم الايامة حدش يأجره أنه يخرج عن الطبور بتاع الاقتصاد لأرض المحشر حدش يأجره أنه يفكر أنه يخالف أصلا طب ما كنت في الدنيا من الأول تستجيب للداعي الذي لا عواج له وهو القرآن بعد كده الناس في أرض المحشر بتفوج ثلاث أنواع نوع بيطلع على جهنم على طول مالوش حساب ده ولا هاذو بالله مالوش حساب ده ده على طول ويوم تقوموا ساعة أدخله ألا فرعون أشد العذاب ده ده لا لوم زان ولا صراط ولا لو دعوا بالقصص دي ده على جهنم على طول ولا هاذو بالله النوع الأولاني النوع التاني اللي بيقف في أرض المحشر والشمس على بعد ميل من الرؤوس ويلجمهم العرق الجامة ده عمة البشر يا جماعة ده عموم البشرية بتقف في أرض المحشر ده ساحة الحساب أصلا بتاعة يوم القيامة متخيل كده كل واحد بيعرق على قد زنوبه يعني ايه كل واحد بيعرق على قد زنوبه يعني ايه تخيلوا لو كان جسم البناء أدم بينطق عليه في الدنيا لو كان بينطق عليه كان عمل ايه أهو يوم القيامة جسم كل واحد بينطق عليه في شكل عرق كل واحد زنوبه بتطلع عليه في شكل عرق تخيل المنظر التفويج الثالث بيبقى الى ظل عرش الله المقصورة الملكية يوم القيامة على منابر من نور يشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام تخيل واحد انا مش متخيل احساس واحد واقف في شمس القيامة بيبص الواحد تاني مسلم زيه يا اخوانا اللي بيقفوا في ارض المحشر العامة مش كفرة يعني مش كلهم كفرة فيهم مسلمين عادي اللي بيقف في ظل العرش دول دول بتوع المقصورة الملكية دول اللي كانوا في الدنيا في وادي والناس في وادي ففي الاخرى ربنا حطوهم برضو مميزين على الناس كانوا مشغولين بالله في الوقت اللي الناس اتشغلت فيه بالدنيا كانوا مشغولين بطاعة ربنا في الوقت اللي الناس اتشغلت فيه بمعصية ربنا كانوا مشغولين برضى الله في الوقت اللي الناس اتشغلت فيه بالشهوات فيوم القيامة ربنا يحط الناس كلها في مكان ودول في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله مش متخيل إحساس واحد بيبص الواحد وقف في ظل الهرش بيقوله إيه يعني بيفكر فيه ده احنا كنا احنا لتنين مع بعض ده احنا كنا بيصلي في مسجد واحد ده احنا كنا احنا لتنسى كنين في شارع واحد تخيل واحد وقف في الشارع كده ولقى عربية حاجة كده عربية بنتي لي كده والعربية همر والعربية كريزرار كده ولا هي حاجة وصاحبها معدي وقفل الإزاز والإزاز مشبر من التكيف وهو واقف كده في الحر في الموقف مستنموا كرباص يلاقي في مكان فاضي وصاحبنا معدي كده ومزاجه حلو في العربية بتاعته يقولي آه هي دي الناس اللي عيشه هي دي العيشه ولا بلاش تخيل ده في الدنيا إنما يوم اليهامة بها اللي واقف في شمس القيامة بيبصوا للفظل العرش اللي بيقوله إيه ده هي دي الناس اللي عيشه يا ليتني قدمت لحياتي أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفا صلاة وسلام على العباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمات المؤمنين وعلى ذريتي ولبيتي إنك حميد مجيد أما بعد أخواني وأحبابي في الله موضوع يوم القيامة ده موضوع ما بخلاص أخواننا إحنا الوقت لسه بنتكلم في الساعات الأولى من يوم القيامة كل ده ده يوم القيامة ده لسه فيه تطاير صحف ولسه في 40 سنة الناس هتفضل وقفة كده ما فيش لا حساب ملايكة ولا حساب مع ربنا ولا مزان قاعدين بس إيه اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبة ولسه في مزان ولسه في صراط ولسه في عرض على الله ولسه في قنطرة ولسه في تفوج للنار وتفوج للجنة ولسه قصة يا إخواننا عالم يا جماعة عالم عايز تكتشف هذا العالم اكتشف وانت بتقرأ كتاب الله في رمضان مش كده مش بنقرأ القرآن في رمضان كده وخلاص بنفرم انا خلصت ثلاث جزاء انا ختمت يا عم اقف شوف انت بتقرأ ايه الذين قتيناهم الكتابة يتلونه حق تلاوته حق تلاوته بيقروه صح كانت النتيجة أولئك يؤمنون به كانت النتيجة انهم وصلوا للإيمان واليقين لانه قرأ القرآن صح انما اللي بيقرأ غلط لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه خواتيم آل عمران ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأ آيات سيدنا بلالجي صحي للفجر لأ النبي كان بينام دقائق قدى او حاجة بسيطة قبل الفجر نومة الصحر الاعلى عليه الصلاة والسلام جاي وقفه لأ النبي نايم بيبكي بيبكي السيدة عائشة بتقول الليلة دي اللي نزل على الآيات دي كانت اعجب ليلة شفتها في حياتي النبي منامش فضل يصلي ويبكي طول الليل لحد ما بل لحيته بل صدره بل الأرض عليه الصلاة والسلام سيدنا بلالجي بيقول يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله قال لقد انزل علي الليلة آيات ويل لمن هاجرها النبي قال كده لا ويل ويل ده عن جهنم جريمة عقوبتها في الأخر جهنم ويل لمن قرأها يا نهر أبيض قرأها انت عارف ويل للمصالين من غير ما تكمل كده ها الذين هم عن صلاطين بسيقون ويلوا اللي من قرأها هم قالوا الحل يا رسول الله ويلوا اللي من قرأها ولم يتفكر فيها مش كده يا أخوان القرآن مش كده القرآن مش يعني مش نثر الضقل كده فارم وخلاص ها يا أخوانا أولئك عن الفهم لمعزولون اللي بيقرأ القرآن بأزيط طريقة هيفهمه ازاي الانسان لازم يقف بقلبه مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويعظم كلام الله ده انت لو جالك من مدير الشغل ورقه فئة تنبيهات هتركز في كل كلمة ليه مدير الشغل يا عمس ده لو جالك ورقة من رئيس الجمهورية ليك انت مخصوص فيها توجيهات هتركز في كل حرف رئيس الجمهورية يا عمس انت نزلك من فوق سبع سماوات رسالة من الملك سبحانه وتعالى فماذا ستفعل فيها اخواني واحبابي في الله المرأة اللي كان عندها الصرع اللي كانت مريضة بالصرع راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله اني اسرة انا يا رسول الله مريضة المرأة ده شلل لي حياتي المرأة ده ممكن بسبب المرأة ده مش عارفة تتجوز او متجوزة ومش عارفة تقوم بحقوق بيتها ولا بحقوق ولادها او متجوزة ومش عارفة تنجب المرأة ده يعني مرأة شلل لها حياتها يا رسول الله إني أسرع أنا مريضة رسول الله عليه الصلاة والسلام فادعوا الله لي أن يشفيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاكي وإن شئت صبرتي ولك الجنة الله أكبر إن شئت دعوت الله لك فشفاكي ربنا مجيب الدعاء وإن شئت صبرتي ولك الجنة الست لما لقيت كفتين كف فيها الشفاء وكف فيها الجنة اخترت الجنة قالت أصبر ولي الجنة أصبر ولي الجنة الستة دي قررت أنها هتصبر طول عمرها عشان في الآخر تاخد الجنة أنت مطلوب منك في رمضان تصبر شهر عشان تاخد الجنة مش هتصبر على مرض ولا هتصبر على جهاد ولا هتصبر على تضحية بدمك ده أنت هتصبر على أمتع حاجة في الحياة الصلاة والصيام والقرآن والاعتكاف في المسجد مين يا أخواننا فينا ناوي اعتكاف في العشر أو آخر مين يا أخواننا فينا ناوي يقول يا ربنا في رمضان وقف لله تعالى مين يا أخواننا ناوي أنه في رمضان يقضي الساعات في تلوة القرآن بقلب حاضر وذهن حاضر مين يا أخواننا ناوي أن يعبد ربنا في رمضان عبادة صح عشان يخرج بعد رمضان متغير مش يعبد العبادة اللي احنا بنشوفها ويعصى الله في أول ليلة في شوال أكبر معاصب تحصل في الأمة كأن احنا مش خارجين من رمضان كأن احنا أكتر ليلة بيعصى الله فيها هي أول ليلة في شوال هي أول ليلة بعد رمضان يعني المغرب أدن الناس فترت والفجور بدأ في الشوارع ينهر أبيض ده احنا خارجين من 30 يوم لو كنا بنقرأ القرآن صح ما كانش المنظر ده حصل في الشوارع لو كان رمضان الأمة بتستثمره صح ما كانش المنظر ده حصل في الشوارع ما كانش المنظر ده حصل فور الرمضان ما انتهى يعني تخيل كده يعني عيان مثلا كوحة مثلا ولا سخونية والدكتور قد له 30 حقنة 30 حقنة في العلاج مفروض ده العنة يقوم يرد فجأة لاي العيان حرار طويلة اكتر يعني هار ابيض هو في ايه الدواء في مشكلة لا مش المشكلة في العلاج المشكلة في مفسدات العلاج زي اللي عنده سكر ياخد بتاعة الانسولين ويقوم واكل بتاعة حتة تنبس بوسة طب انسولين هامل لك ايه بها مفيش فايدة الامة بتاخد العلاج وهو الطاعات مع مفسدات العلاج المعاصي اللي ارتباط بالتمثليات اللي ارتباط بمواقع فاسدة عن نت اطلاق البصر في الحرام في الشوارع استمرار الاكل من حرام حتى في رمضان اخوانا عايزين نستفيد من فرصة العمر اللي ربنا فتح لنا لو حد مننا جالوا عقد عمل في الخليج شهر بمليون جنيه مش هيدايع الفرصة انت جايلك عقد عمل مع الله شهر بالفردوس الاعلى اللحظة اللي احنا فيها الوقت دي ابواب السماوات السبعة مفتوحة ابواب الجنة التمانية مفتوحة ابواب خزين ربنا مفتوحة اوعى كل ابواب الرحمات دي تتفتح وفي الاخر انت ما تستفدش منها اوعى ربنا يديك فرصة للعطق من النار كل يوم وكل ليلة وفي الاخر نخرج ما تعتقناش من النار رجل الاعمال اللي كانت تهم في قتل يعني واحدة ممن يسمون فنانات يعني والمحكمة يعني ما لناش دعوة الحكم بقى صح ولا غلط انما احنا بنحكي العبرة المحكمة حكمة عليم الاعدام عرض خمسة مليار دولار على اهلها عشان يتنازلوا على القضية عرض اربعين مليار جنيه عرض اربعين الف مليون جنيه عشان يتنازلوا عن القضية ليه؟ عشان تعتق رأبته من حبل المشنقة طب ومار رمضان اللي بتعتق رأبتك فيه من النار بتدفع في قد ايه؟ مش من حبل مشنقة دنيا رايحة رايحة من جهنم تدفع فيها قد ايه؟ عايزين نركز يا جماعة عايزين ندفع تمن الجنة في رمضان رغم انف امرئي قدرك رمضان ولم يغفر له هيتمرغ في طراب الارض المحشر من الندم على كل رمضان راح عليه نص اهل الجنة هيدخلوا الجنة بسبب رمضان نص اهل الجنة على الاقل ممكن يدخلوا الجنة بسبب رمضان والنص التاني ممكن يدخل بسبب الابتلاءات اللي كانت الناس صدورها ضيقة بها في الدنيا وهي سبب نجاتها في الاخرى عايزين نعمل ربنا صح عايزين نعاهد ربنا على الطاعة نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وهديت قلوبنا وزكيت نفوسنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد فرشت كروبتنا وشفيت أمراضنا وأديت ديوننا اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أصلحت أحوالنا وأصلحت بالنا وقويت في رضاك عزمنا اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت من النار رقابنا وكتبتنا من أهل الجنة من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين يا رب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة تصلح بها صلاتنا تب علينا توبة تهدي بها قلوبنا تب علينا توبة تنور بها بصائرنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة تصلح بها أخلاقنا طب علينا توبة تكتبنا بها من أهل الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجرنا من النار اللهم أعطق رقابنا من النار اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا اللهم لا تستبدل بنا اللهم لا تتولى عنه اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم انصر إخواننا اللهم انصر إخواننا المحصورين في غزة اللهم انصر إخواننا المحتلين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المضطهدين في وسط إفريقيا اللهم انصر كل مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء اللهم انصر دينك وأعز أولياءك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر وأذن لكتابك أن يحكم اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها اللهم ألف بين قلوب أهل مصر على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم أذن الفرقة والفتنة من بينهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم واحد صفنا اللهم اجمع كلمتنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم لا تخرج الأمة من رمضان إلا وقد أنزلت عليها من رحماتك ونفحاتك وبركاتك إنك ولينا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تبريك اللهم ألمφοّ شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة